اشتركوا في القناة ولكن النقطة المحورية كيف نعيش حالة الانتظار اشلون نعيش هذه الحالة انتظارا مطلقا يعني تسليم مطلق الامام الحج صلوات الله عليه اذا ظهر تسليم مطلق عرفت هذا الامام الحج الامام الحج يثبت لك انه الامام الحج ما تبقى هناك شبه له بيّن له بيّنات شبه ما تبقى عرفت انه الامام الحج وانه هو الذي يقول الله ان هذا هو الذي يمثلني هل نتعامل مع الامام تعاملا مطلقا او تعاملا مشروطا من الناحية العملية الامام صلوات الله عليه يعيش فترة حرجة في بدايتها كيف نعيش في تلك الفترة جذورها الان يجب ان نهيئها احنا كل واحد مننا عد موقع موقع سياسي موقع اجتماعي موقع علمي موقع اقتصادي اذا حدث هناك تعارض بين الموقع وبين الامام ما الذي نفعل الان يجب ان نفكر في هذه القضية الشلمغاني كان يعيش فترة الانتظار الشلمغاني رجل عالم له موقع اجتماعي مهم كتبه ملأت البيوت وبيوتنا منها ملاء في تلك الرواية رجل متقد ولكن صار هناك منعطف صغير الشلمغاني ما كان مهيئ نفسه لذلك المنعطف واذا به يسقط في الامتحان واي سقوط هذا الرجل المتقدم الموجح واذا به يصل الى حال يصدر التوقيع الشريف بلعنه والبراءة منه احنا ممعرضين لهذا في منعطف منعطف من المنعطفات قد يكون ذلك المنعطف في عهد الظهور قد يكون ذلك المنعطف قبل مرحلة الظهور بينما كان هناك شخص آخر ايضا كان له موقع اجتماعي مهم وتعرض لنفس المنعطف ولكن كان مربي نفسه مالك نفسه انتو متتمكنون في الموقع تكبحون انفسكم يعني روحوا ميدان الحرب قاتلوا تتمكنوا ما يمكن في الحرب ما يتمكن واحد يربي نفسه سنوات قبل لازم يربي نفسه وإلا اذا ما مربي نفسه اذا ما متهيئ يفروا في ميدان المعركة ما يمكن واحد يقول انا في ميدان المعركة اربي نفسي انا في المنعطف اربي نفسي في المنعطف متتمكنت ربي نفسك في المنعطف واحد يسقط الشلمغاني ظهرت منه مذاهب ردية صدر لعنه والبراءة منه هاي آخرته وأما دنيا فأخذه السلطان الحاكم وصلب فخسر دنياه وآخرته شنو ذلك المنعطف الإمام الحج صلوات الله عليه من تخبه وإن من تخب الحسين ابن روح أو روح رجل لعله في الدرجة العاشرة من الناحية الاجتماعية وهذا في الدرجة الأولى قال ليش الإمام انتخب باك ما انتخب نحن يمكن في لحظة واحدة نتنازل عن كل شيء ممكن العالم عن موقعه الاجتماعي التاجر عن ثروته السياسي عن منصبه ممكن بل ممكن إذا واحد ربى نفسه من قبل الشخص الآخر اللي كان في نفس ذلك العهد ويعيش حالة الانتظار أيضا هو النوبختي النوبختي شيخ الكوليني يعني أستاذ الكوليني له جلالة في الدنيا والدين شيخ المتكلمين في بغداد النوبختي ووجههم والكل كان يترقب أو كان يترقب أن يكون هذا هو السفير الثالث وإذا بالإمام صلوات الله عليه ينتخب شخصا آخر فجاءوا إليه وقالوا له كيف أنت المترقب لهذا المنصب وهذا المقام لاحظوا الكلمة قال هم أعلموا ومختاروه هم يعرفون من يختار هذا في كتاب الغيبة راجعوا صفحة الغيبة للشيخ الطوسي صفحة أربعمية واحد وراجعوا أيضا في صفحة ثلاثمية واحد وتسعين يقول هم أعلم ومختاروه ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم يعني الحسين بن روح وضغطتني الحج على مكانه لعلي كنت أدل على مكانه أنتو تعلمون الإمام الحج في هذه الغرفة صلوات الله عليه أكو براهين عقلية نقلية على إثبات الإمام الحج ولكن إذا ضغطتكم الحج يقول أنا الذي أناظر إذا ضغطتني الحج أروح أدل على مكان الإمام المفروض أن لا أدل ولكن ما أتمكن وأبو القاسم فلو كان الحجة تحت معنى العبارة عباءته مضمونها وقرض بالمقاريض ما كشفها المفروض أن لا يكشف مالك الأشتر أهواي عنده مقام عظيم مالك وما أدراك ما مالك لاحظوا نعي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمالك عندما بلغه موته ولكن مالك مو من الحواريين كما هو المعروف تسليم مطلق ما كان عنده هاي أحدى النقاط اللي في حياة مالك يعني تلك القمة من درجات التسليم في حرب صفين وصل قريب معاوية تدرون منه هو معاوية معاوية منبع الفتن كل خط ظلال ينتهي إلى معاوية هو الذي أبقى خطوط الظلال هو الذي صنع خطوط الظلال بعد دقائق يصل إلى معاوية ويقضي عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يرسل إليه ارجع إمام قال ارجع لازم ترجع قال لهذا الرسول قل للإمام دقائق لحظات مثلا وننتهي من معاوية وواصل حملته هذا لا يمثل القمة في التسليم الإمام يقول ارجع ارجعت مرة ثانية أو ثلاث مرات الإمام بعث إليه فرجع مالك آسف وبقي معه إحنا إذا كنا في موقف مالك ماذا كنا نفعل لا تصورون أتتركون فيما ها هنا آمني فد مرة الله يجيب لكم منعطة في الحالة الطبيعية لا نمتحان في الامتحان ما يجيب لكم أسئلة سهلة فالسؤال صعوبة ما يجيب لكم مو أنتو تحددون منطقة السؤال تأخذون الكتاب للمعلم تقولون اسألني في هذا المكان هذا امتحان ما صار يباغتك بالسؤال فد مرة الله يسوي لكم منعطة وأي منعطة الله يدري وين يختبر يمكن واحد المال مو مهم عنده لعل الله لا يختبره بالمال السيد البروجردي رحمة الله عليه كان يقول المال أي قيمة مائلة في نظري يمكن المال عدكم أي قيمة مائلة بس شيء ثاني إلى أهمية في نظركم واحد المال مهم في نظره واحد الموقع مهم في نظره واحد الاستقرار مهم في نظره واحد السمع مهم في نظره الله يمتحنف في تلك النقطة لذلك أكو في الأحاديث على ما ببالي إذا واحد مؤمن في آخر الزمان يموت الملائكة تتعجه شلون مات مؤمن مع كل هذه المغريات يعني القضية مون قضية سهلة شكرا